في النهاية خالص والمواجهة دي برضو بيبقى لها معدل يعني انا هستأذر حضراتكو فين احنا هنعرض مع بعض هنا وبرضو على الشاشة للمشاهدة هيبقى شايف بوزء من او التلات حاجات بتوع الانفو جراف بتوع مارجز العالمينجس الوزراء الدهم لنا اول حاجة الموقف الحالي لجهود مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق هنا هنشوف مع بعض المعدلات وهنا هحتاج من دكتور دينا انها برضو تشرح معنا اكتر او تفاهمها لنا بقى انا شايف قدامي انه ده ترتيب السنوات تبقى لمعدل الانتشار الشائعة من 2014 ل2022 ياريتني كنت قلتولهم هاي يزقف هناك قولي هتقف قلتولهم لا يا جماعة محلولة انا شايف ان معدل المواجهة بدأ الاول بمعدل بسيط خالص اللي هو 1.4% وفضل يتصاعد وده طبيعي لانه يبقى فيه learning curve طول الوقت لحد ما نوصل ل19 و2 من 10 بس انا مش هعرف اواجه كل الشائعات ولا ايه طيب احنا نقدر نقول انه ده معناه ان احنا بدأنا نتعامل بشكل افضل مع الشائعات يمكن زمان كان فيه افكار تقول لا احنا هنسيب الشائعات لغاية ما تموت لحدها احنا ما نتكلمش عن الشائعات لان احنا لو كلمنا عنها تكبر بشكل اكبر والناس تعرف عنها اكتر لكن احنا مؤخرا بدأنا نتعامل مع الشائعات بشكل منظم بشكل علمي بشكل افضل ولذلك ظهرت هذه الاحصائيات ليه لان احنا قررنا لا نترك الشائعات اول ما تظهر حتى وهي في بدايتها لازم نبدأ نطلع التصحيح نقول الحقائق بدل ما نتركها لغاية ما تكبر يعني في بعض الناس كانت تقول تم ننتظر لما الشائعات تنتشر ما بين عدد اكبر من الجمهور او عدد اكبر من المواطنين او بشكل اكبر في المجتمع وبعد كده نبدأ نتكلم عن الحقائق او نكذبها لا احنا في الفترة الحالية اول ما تظهر بشكل بسيط على طول نبدأ نكذبها او على طول نبدأ نقول الحقائق وده حصل من خلال يكون عندنا المسؤولين بشكل مباشر يكون عندي صفحات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي ايضا يكون عندي المتحدث الرسمي او المستشار الاعلامي او يكون عندي المسؤول بشكل مباشر يظهر بصوت والصورة او بمبس مباشر ويقول الحقائق حلو جدا طب هستأذنكم هنشوف سلايد بعدها ودي عايز اخد فيها برضو رأي دكتور فرج تعالوا ناخد البعدها بعد اذنكم اللي هي الموقف الحالي كذا كذا زي ما كنا متفقيل جهود مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق بس احنا عندنا بقى ترتيب القطاعات نعم اهو ترتيب القطاعات طبقا لنسبة انتشار الشائعة خلال سنة 22 بالتحديد هنلاقي انه اخرى هي اللي صفر فاصل تمانية نعم بس هلاقي الاقتصاد تمانية وعشرين وتسعة من عشرة نصيب الاسد في الشائعة حتى هذه اللحظة سنة عشرين اتنين وعشرين جاي على الاقتصاد يا لي التموين قريب جدا في المجموعة ثم التعليم وظنه ده بيجي في الموسم بتاع المدارس دايما ونخل الجامعة الصحة الزراعة شاف ايه الشائعة المكسبة ها لا فيه شائعة متقاب الزراعة حصل مشكلة في قطاع كذا محصول كذا الى اخره بقى من حكاية الـ 28 وعشرين وتسعة من عشرة يعني اقل من التلت بسنة نعم اقتصاد عشان الاقتصاد هو معيشة الناس اه اكل الناس شرب الناس هي عيشة الناس كلها متعلقة بالاقتصاد الاقتصاد هو الحياة فاذا ضرب الاقتصاد ضرب الحياة كلها عشان كده هو بيستهدف بالنسبة اللي احنا شفناها دي ده من الاشاعات اللي ترد عليها وتعمل لها حصر النسبة دي بل انه في رأي يعني ان الاشاعة يعني بتزيد ممكن تكون اشاعة يعني خصوصا انه مع تطور التقن اللي احنا بنشوفه كتير كل واحد في ايده موبايل فالعمالية بتنتشر بشكل كبير جدا وليها اتصادة كبير جدا فمهم جدا انه يكون في رد خصوصا انه الاقتصاد متعلق بحياة الناس انجاز التعبير بحياة الناس وصحح يلاون غلطان ما هو انا اسهل لي ان انا او بالاضق هيبقى اوقع ان انا اروح عامل بقى شائعات على ايه على التموين ما هو ده بقى يعني بيصب في مصلحة واضحة مباشرة انا بعتقد انه هو مهما تكلم مساء الحاجة زي التموين ما هو في اخر الشهر وهو بيصرف البطاقة هيلاقي الحاجة موجودة تمام الدولة والله قالت في زيادة هيبقى في زيادة الدولات هيبقى هو بيجي على الاقتصاد لانه عمليا كل شعوب الدنيا مش بس مصر مهماش خبرة في الاقتصاد يعني لو كمان فالمسألة ممكن تبقى غائمة غير واضح لو فيه عامل مهم جدا عامل مهم جدا هو الحراك الاقتصادي اللي حصل خلال فترة الرأس دي الحراك الاقتصادي التنمية اللي حصلت دي هل هي حصلت قبل كده طبعا لا حصلت بشكل كبير وقطعات كتير حصل لها تطوير بشكل جزري وبشكل قوي وبالتالي الحديث على انه التشكيك في هذه المشروعات وفي هذا التطوير اللي حصل هو بيستهدف الاقتصاد المشروعات الاقتصادية الكبيرة اللي موجودة فيه كافة القطاعات الانتاجية وكافة القطاعات الخدمية اللي جنبتنا خسار كنا ممكن نقع فيها بشكل كبير ونتعرض الى كوارس اللي لم تكن موجودة على أرض الواقع وبتشغل ناس والناس دي بتاكل وبتشرب ودخلها معدل وزاد والناس كان ممكن تبقى من غير شغل ومصانع ممكن تكون واقفة الى اخر من القطاعات اللي اشتغلت واستفادت خلال السنوات اللي فاتت اللي تزيد عن الفترة الكبيرة خلال الفترة الحالية كل ده اقتصاد وبالتالي بالتأكيد كل ما يطلع مشروع هتطلع شائع يقول لك أسلو شوف المشروع ده أسلو فيه كذا فيه طريقة عمل أسلو أسلو شوف الطريقة عمل ازاي طب نعم طريق ما هو الناس كلها بتاستفاد خطاع تاني وهكذا بقى وبالتالي النمو اللي حصل والكم الكبير من المشروعات وصاده الناحية التانية كم كبير من التشكيل ناخد هنا بقى رأي الاعلام في الموضوع او أساتذة الاعلام دكتور دينا الى اي مدى بتتتفق مع رؤية دكتور فارك في ده انه كلما زاد النجاح او زاد الإنجاز زادت كسافة وحدة وشراسة الشائعة ده لان احنا السنوات الأخيرة اكتشفنا من أعداء الوطن وبقينا عارفين الجماعات الإرهابية عارفين تيور الظلام هي طبعا المستفيد الأول والأخير في تقديم او نقل هذه الإشعاعات اصدارها في البداية وبعد كده نقلها ونشرها وبالتالي هي دايما تبحث عن الجانب الناجح في أي منظومة تخص مصر او تخص الوطن وتبدأ انها توجه لها السهام او تكون هو السلاح بتضرب به النجاحات الموجودة على أرض الوطن عايزة اضيف نقطة على المجالات اللي احنا عرضناها دلوقتي هاتغلنا مرة تانية بعد اذنكو عدنا في الستوديو كل هذه المجالات كل هذه المجالات في النهاية ما هي بترتبط بالعمل السياسي بترتبط بالنظام بترتبط بالدولة بترتبط بمصر لانها كلها مرتبطة بانجازات ومرتبطة بنجاحات فبالتالي كل هذه الأشياء في النهاية هي بترتبط بمجال واحد اللي هو الوطن اللي هو مصر اللي هو النظام السياسي اللي هو الدولة فبالتالي احنا بقينا عارفين انه هذه الأسهم او ده سلاح حروب الجيل الرابع ده سلاح الحروب الاعلامية والحروب الدعائية اللي بتقوم بيها او دايما بتنفذها الجماعات الارهابية وسعيدا المواطن المصي في السنوات الأخيرة بيعارف المصدر واول ما يسمع او يشوف تعليقات او تكون سلبية او اول ما يشوف شائعات على طول بيعرف او اصابع الاتهام على طول بتتوجه لهذه الجماعات وكتير من الدراسات والأبحاث العالمية في الفترة الأخيرة وجدت انه داعش استخدمت الاعلام الجديد والاعلام الرقمي بشكل كبير جدا جدا في نشر الدعاية وفي نشر افكارها المسمومة وغيرها وكمان في محاربة الاخرين باسلوب الدعاية الجديد اللي هو من خلال الاعلام الجديد والاعلام الرقمي مواقع التواصل الاجتماعي فمثلا في السنوات الأخيرة اكتشفنا انه ممكن صفحة على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مثلا تظهر بشكل معتدل جدا وفيه تسامح وبالبالعكس ده ممكن الصفحة تكون بتقدم محتوى متحرر جدا ولاحقا بعد كده شوية بشوية نكتشف انها ممكن تكون تابعة لجماعة من هذه الجماعات الإرهابية وتبدأ تبس سمومها وهيبقى فيه صفحة كوت كوت الحبوب بتحط كوميكس وهزار وضحك وترياء ومقاطع أفلام وبتكلمش ولا في سياسها ولا في اقتصاد ولا في دين ولا أي حاجة خاضر أو صفحة فيها ناس بتطبخ روح المطعم الفلاني ويعمل ريفيوز وبتقوى كلام من دقو وبعد شوية ليروح زائق حاجة في التانية في التالتة صح كده؟ شكرا للمشاهدة